بعد مشاركته في مؤتمر الاستفادة من التقدم التكنولوجي في زراعة المستدامة والتنمية الرفية في العاصمة الهندية نيودالهي الذي استمر ثلاثة أيام أجرى وزير الزراعة المهندس أحمد القادري سلسلة لقاءاته كان أخرها لقائه مع وزير الدولة لشؤون الزراعة الهندية وذلك بحضور سفير الجمهورية العربية السورية في الهند ومسؤول الملف السوري في وزارة الخارجية الهندية وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أشار خلال اللقاء إلى حجم الأضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي بسبب الحرب الكونية المفروضة على سوريا حيث قدم ورقة عمل للمشاريع التي يمكن للهند أن تساعد في تنفيذها في مجال البحوث العلمية الزراعية خاصة فيما يتعلق بأصناف القمح عالية الانتاج والمتحملة للجفافة والأشجار المسمرة والمساعدة في قطاع الثروة الحيوانية والأسماك وتدريب الفنيين الزراعيين السوريين في مختلف المجالات البحثية والانتاجية بالإضافة إلى موضوع إحياء تربية دودة الحريرة لمساعدة الأسر الريفية في تأمين دخل إضافي لها وتحسين مستوى حياتهم المعيشية كما عارض القادري مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في عام 2003 والتي تم تفعيلها عام 2008 خلال زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى الهند بدوره أعرب وزير الدولة لشؤون الزراع الهندي عن استعداد جمهورية الهند لمساعدة سوريا في المجال الزراعية وتقديم الخبرات الزراعية اللازمة للمساهمة في تطوير القطاع الزراعية الذي لحقه ضرر كبير بسبب الحرب المفروضة على سوريا وفي نهاية اللقاء دعا القادر نظيره الهندي لزيارة سوريا واتفق الجانبان على ضرورة تشكيل لجنة عمل مشتركة من الوزارتين لإدخال بنود مذكرة التفاهم والمواضيع الأخرى التي تم طرحها حيز التنفيذة مما سيعود بالفائدة على الشعبين الصديقين